اختبارات النادي الاهلي المنتظر للجميع زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي كان ابتدى الاستعدادات بتاعته الموسم الجديد باختبارات في النادي الاهلي في مدينة نص بعد كده راح محافظات كثيرة السويس راح الشرقية راح المنوفية راح اسكندرية لسه هيروح الصعيد خلال الفترة القادمة اهلنا في الصعيد والمواهب الموجودة في الصعيد وده النادي الاهلي بيسهل على المواهب الموجودة في المحافظات النادي الاهلي ان شاء الله بكرة بكرة هيكون متواجد في محافظة الدهلية زي ما احنا شاهدون الخبر اللي قدامنا الاهل يُعلم مواعيد اختبارات الناشئين بالدهلية قطاع الناشئين للكرة القدم بالنادي الاهلي قرر فتح باب الاختبارات في محافظة الدهلية وذلك اعتباراً من يوم الخميس يوم الخميس اللي جاي النادي الاهلي متواجد المقبل الموافق 10 اغسطس الجاني وذلك داخل مقر اكاديمية الاهلي على ملعب جامعة المنصورة ده نداء لكل اهلنا في المنصورة اكاديميتي النادل الاهل المتواجد في جامعة المنصورة النادل الاهل يكون متواجد يوم الخميس اللي جاي النادل الاهل بيبدأ بيبيع الاستمارات من يوم الاتنين بالامس سبع اغسطس الاتنين والتلات والاربع وبكرة كمان حتى نفاذ الكمية تقامل اختبارات خلال يومي الخميس والجمعة الخميس هيكون الاختبار لموليد آآ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 ده هيكون الموليدة اللي يتم اختبارها يوم الخميس القادم يوم الجمعة هيكون الأعمار السنية الأكبر 2010 وتسعة وتمانية وسبعة وهيكون يوم السبت إن شاء الله التصفية النهائية من اختيار الموليد من يوم الخميس ويوم الجمعة ده نداء لكل لاعب أو كل ولي أمر أو كل لاعب صغير عنده الموهبة وشايف نفسه في يوم نلاقيه نفسه يلبس تشيرت النادي الأهلي فرصة النادي الأهلي نازل إن شاء الله في محافظة الأهلية هيكون متواجد ابدأ بقى وجاهز نفسك علشان تكون موجود في اختبارات النادي الأهلي وبعدها هتنجح وتكون موجود في النادي الأهلي في مدينة نصب وقريبا زي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي هيكون متواجد في صعيد مصر في الصعيد إن شاء الله في محافظات الصعيد هيكون متواجد ودي فرصة لأهلنا وحبايبنا وولدنا في الصعيد النادي الأهلي هيكون متواجد لحد تتعندك في بلدك في الصعيد أيضا